اشتركوا في القناة البندقية الكردية من مختلف الأطراف تحمل بصمات إقليمية ودولية ولكل مصالحه التي يسعى لتحقيقها ما يجري ليشتا بجديد فله أصول تاريخية تعود إلى صراع أكبر حزبين كرديين بين مسعود بارزاني المقرب من تركيا وجلال طالباني المقرب من إيران وما بينهما دور أمريكي روسي يعقد المشهد في البيت الكردي في ملفنا الثاني لن يدخل بشار الأسد قاعة القمة العربية المقبلة في الأردن أعلنت الجامعة العربية ذلك لكنها لم تخفي تجدد الخلفات بين معسكر كبير معارض لعودة النظام وأصوات قليلة تطالب بعوداته نتوقف عند كل هذا بعد قليل في تفاصيل إذن تعود الخلفات في البيت الكردي إلى الواجهة هذه الأيام لكن عسكريا بعد اشتباكات وقعت بين البشمرقة ومقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بالعراق وتعيدنا هذه الاشتباكات إلى أكثر من عقد من الزمن لخلاف تاريخي بين مسعود بارزاني وجلال طالباني وما لذلك الصراع من أبعاد إقليمية ودولية نتابع هذا التقرير المفصل لعلي حميدي ثم نعود للنقاش في هذه الجغرافية المنكوبة بصراعات وحروب أرحب بفوز ذاكر أوغلو كاتب ومحلل سياسي من إسطنبول لمسا الخير أرحب أيضا بمجيد عصفور كاتب ومحلل سياسي من عمان مسا الخير وأرحب أيضا بمحمد زنكاني كاتب ومحلل سياسي من أربيل أو سينضم إلينا بعد قليل من أربيل أبدأ معك أستاذ مجيد عصفور هل هو صراع محلي برأيك بنادق أخوة أم له أبعاد إقليمية بين تركيا وإيران أبعاد إقليمية وأبعاد دولية حقيقة هذه هي الحرب بالوكالة للأسف التعقيد كبير والنزف كبير أيضا وحرب الأخوة التي ما أن تنطفئ ويتم وقف النزيف عقد أو فترة من الزمان حتى تندلع مرة أخرى وتدخل أطراف جديدة وشركاء جدد على المشهد وتعود لتثور مرة أخرى وهكذا الآن العامل العابر لكل هذه الحروب هو إيران إيران التي من مصلحتها أن تلعب بألف سيفساء العربية الكردية والجغرافية العربية الكردية أيضا وتبقي هذه النار مشتعلة تنفيذا فعلا لمسألة الهلال الشيعي وأماربها في جعل المنطقة أكثر اضطرابا وبالتالي تهيمن عليها وعلى قادتها بشكل يجعل الاستقطابات حادة وكبيرة والابتعادات عن مواقف التوافق ونقاط التوافق أيضا قليلة ومنحسرة سيد داكر أوغلو إذا كان بالفعل هذا الصراع الكردي الكردي الذي تجدد اليوم له بعد إقليمي كتب الكثير عن هذه الاشتباكات وهذه الاختلافات مؤخرا في كل العنوين تجد فتش عن تركيا أو ابحث عن أنقرة في هذا الصراع يعني موقع تركيا وموقف تركيا من هذا الصراع اليوم هل بالفعل لها يد فيما يحصل مساء الخير أولا أريد أن أذكر بأن تركيا عندما دخلت إلى شمال العراق دخلت بموافقة البرزاني والطالباني في عام 1996 للفصل ما بين الطالباني أو قوات الطالباني وقوات البرزاني وقد دخلت كما ذكرت بموافقة الطرفين أو بطلب من الطرفين ومن ثم بقيت تركيا في تلك المنطقة للفصل في أي مشكل قد يحدث فيما بينهما بالنسبة من بعد ما تم التوافق ما بين البرزاني والطالباني كما نعلم حدث أو ذهبت شمال العراق إلى انتخابات وتم توحيد الإقليم بتحت قيادة واحدة وبعد دستور العراق الجديد انتخب الطالباني رئيسا للعراق وبقي البارزاني هو رئيسا للمنطقة الكردية تركيا ومنذ البداية تموضع حزب العمالي الكردستاني في شمال العراق بمساعدة الطالباني وهي تطالب بأن يتم إخراج هذا الحزب الإرهابي حسب التصنيف التركي والتصنيف العالمي من شمال العراق حيث أنه كان يشن وما زال يشن هجمات إرهابية في داخل تركيا انطلاقا من شمال العراق تركيا كانت وبحق الدفاع المشروع عن نفسها تقصف المناطق التي تواجدت فيها حزب العمالي الكردستاني وما زالت حتى الآن تقوم بها هل تركيا يد في هذه الاشتباكات سيد أوغلو؟ هل هي تدفع البشمرقة ضد البيكيكي؟ سيد أوغلو فقدنا الاتصال سنعود إلي حالما يجهز أرحب بمحمد زنكاني كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا الآن من أربيل أهلا بك معنا ومسا الخير طبعا نتوقف معك في البداية عن أسباب تأجج هذا الصراع من جديد الأسباب الفعلية نعم مساء الخير تحية لك والمشاهدين والضيفين الكريمين طبعا حكومة أقليم كردستان لها قوانينها ولها قواعدها وخصوصا فيما يتعلق بالشأن العسكري حيث هناك وزارة بيشمرقة واحدة هي التي تشرف على القوات المسلحة وهي التي تدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي هو سيد رئيس أقليم كردستان هذه القوات التي تتواجد في منطقة شنغار أو بعض المناطق المحيطة بها أتت بموافقة من قبل الحكومة العراقية وتحديدا بموافقة من التيار الذي يقوده السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق أتت كورقة ضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى الأقليم ككل المشكلة أين بدأت؟ المشكلة بدأت بعد أن أرادت مجموعة تابعة لوزارة البيشمرقة يسمون ببيشمرقة روج أو ببيشمرقة روج آفا أن تغير وحداتها وهم متواجدون في هذه المنطقة ولكن هذه القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني لم تسمح وهي التي بادرت بإطلاق النار ومن هنا نشبت إطلاقات النار بين الطرفين أي أن ببيشبرقة روج كانوا متواجدين في هذه المنطقة في موقع دفاعي إذن الشأن بشكل عام يخص أولا الشأن السوري أو الشأن الكرد السوري يعني البيكي كي ليس موجود ليس جديدا دخل هو موجود منذ أكثر من عام في هذه المنطقة مو بس أكثر من عام يعني منذ زمن بعيد وتحاول الحكومة العراقية وخصوصا بعد تحسن العلاقات بين أقليم كردستان وتركيا تحاول الحكومة العراقية الاستقواء بحزب العمال الكردستاني مستغلة الخلافات السياسية والفكرية الموجودة بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والانقسامات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني والخلاف مع حركة التغيير لإحداث هذه البلبلة في أقليم كردستان نعم البككة متواجدة في هذه المنطقة ولكن هناك قانون يسري على لكل أي قوات تتواجد في مناطق إن كانت تابعة لأقليم كردستان أو مناطق تابعة للإدارة المشتركة يجب أن تخضع لقوانين أقليم كردستان والقوانين العراقية للقوانين العراقية نتوقف هنا عند القوانين العراقية حكومة بغداد مع من؟ حكومة بغداد هي منقسمة أيضا على نفسها حكومة بغداد وزارة الدفاع العراقية لديها اتفاق مع وزارة البيشمرقة وقع برعاية دولية وهذه الرعاية الدولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية هناك تنسيق عسكري ممتاز جدا بين الجيش العراقي وقوات البيشمرقة حققت الكثير من الانتصارات ولكن هذه القوات التي ترابط في هذه المناطق هي مدعومة من قبل تيار نور المالكي الذي يريد أولا الانقلاب على الحكومة أو الانقلاب على حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة إما يقودها بنفسه ويكون على رأس الهرم أو يختار مرشح آخر يوجهه كما هو يريد أو كما تريد سياساته وبين الحين والآخر يطلق شائعات عن مرضه أو أنه سيعتزل للسياسة لمجرد جس نبض الشارع حول هذه المسألة إذن هذه القوات متواجدة في هذه المنطقة بعيدا عن القواعد والقوانين السياسية العراقية لكن سيد زنكنا هناك معطا مهم حكومة بغداد منقسمة على نفسها ولكن هناك معطا مهم يعني إيران تدعم البيكيكي وحكومة بغداد حليفة لإيران وإيران هي لها اليد الطولة بالنسبة للعراق نعم هذا الكلام أيضا صحيح بالضبط يعني الحكومة العراقية تؤتمر من قبل جمهورية إيران الإسلامية هذا الشيء واضح جدا إيران هي التي توجه أغلب الساسة في الحكومة العراقية وهي التي تحمي المنطقة الخضراء وهي التي تحمي هذه المناطق التي تتبع وتدار من قبل المتنفذين في الحكومة العراقية ولكن هناك أيضا مسألة مهمة جدا لإيران علاقات سياسية ممتازة مع أقليم كردستان هناك قنصليتين إيرانيتين في أقليم كردستان وهناك زيارة مرتقبة للسيد رئيس أقليم كردستان لطهران تستطيع إيران معالجة كل هذه المشاكل أو كل هذه المسائل باجتماعين أو ثلاث مع السيد رئيس الأقليم ومع قيادات الأقليم وكان في مدينة ميونخ الألمانية سنتوقف عند أهداف ونتائج هذه الزيارة أعود إليك سيد فوزي يذاكر أوغلو طبعا نستكمل معك الفكرة حول تركيا الآن الدور التركي هل هي تدعم البشمرقة في اشتباكاتهم أو صراعهم ضد البيكيكي وخاصة هل تركيا ستدعم البشمرقة إن نشبت حرب بينها وبين البيكيكي أم أنها لن تدخل في هذا الصراع أولا قطعا تركيا ستدعم البشمرقة ضد البيكيكي أو حزب العمال الكردستاني حيث أنها تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وهذا بالحقيقة ليس في تركيا فقط بل في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر البيكيكي منظمة إرهابية في كل الأحوال تركيا ستحارب أو ستحاول أن تخرج البشمرقة حزب العمال الكردستاني من شمال العراق حيث أنه دائما يشكل عليها خطر بتجاوزه أو دخوله إلى داخل تركيا وقيام بعمليات إرهابية هناك لكن في المقابل تركيا وتقوم الآن تركيا ومنذ أن تشكل الإقليم في شمال العراق بدعم هذا الإقليم لوجستيا وعسكريا تقوم كما نعلم هناك معسكر بعشيقة تقوم تركيا بتدريب عناصر من البشمرقة وهم قوات الأمن والجيش الرسمي لشمال العراق تقوم بتدريبهم في معسكر بعشيقة وهو عمل موافقة عليه الحكومة العراقية بداية ومن ثم تراجعت عن هذه الموافقة لاحقا هناك بالحقيقة اختلاف كبير كما ذكر ضيفك من أربيل هناك اختلاف كبير ظاهري وباطني في داخل الحكومة العراقية الحكومة العراقية من ناحية الرسمية هي ضد حزب العمال الكردستاني لكن من تحت الطاولة هي تدعم هذا الحزب لأن تستخدم هذا الحزب كآلي ضد من تريد ضربه وخصوصا حاليا الاستقرار الموجود في شمال العراق في أقليم كردستاني العراق تركيا مهتمة جدا باستمرار الاستقرار في كردستان العراق وتدعم الحكومة الرسمية المنتخلة تركيا مهتمة باستقرار الاقليم كردستان إلى أي مدى؟ صحيح هناك فكر خاطئ في الرأي العام بشكل عام العالمي وأن تركيا هي ضد أي تشكيل أو جسم كردي خارج تركيا على العكس تركيا لديها علاقات مميزة مع شمال العراق أو إقليم كردستاني العراق وليست ضد أي تشكيل أو أي جسم رسمي في أي منطقة أخرى في شمال سوريا أو في مناطق أخرى لكنها ضد أي تنظيم لديه أطماع في أراضي تركيا ولهذا هي ضد حزم العمال الكردستاني وتعتبر منظمة إرهابية وهي مع كل الديمقراطية المتواجدة في شمال العراق وستستمر في دعم الديمقراطية في شمال العراق تركيا لديها مصالح مشتركة مع العراق بشكل عام ومع أكين شمال العراق يتحول عن الدور الأمريكي طبعا تركيا إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تغيب أيضا عن هذا الملف سيد مجيد عصفور يعني من المعروف بأن كما تفضل السيد أوغلو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ضد البيكيكي لأن البيكيكي مدعوم من إيران وخاصة سياسة الرئيس الجديد دونالد ترامب هي ضد إيران ويعمل على تحجيم وتقزيم الدور الإيراني في المنطقة اليوم ما يحصل في العراق يظهر عكس ذلك في العراق وسوريا أيضا يظهر عكس ذلك ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم البيكيكي اليوم يا سيدتي هي للأسف الشديد لعبة غير نظيفة تلعبها الدول وفي هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الإقليم اضطراب غير مسبوك بمعنى أن الأزمة السورية ما زالت في أوجها ولم تحل رغم كل اجتماعات أستانا وجينيف حتى وإن بدت أن قطار المباحثات السياسية انطلق لكن لا يعلم أحد هل قطار سينطلق ويتوقف أم سيستمر في الانطلاق كذلك الأمر فيما يتصل بالعلاقة التركية الروسية بعد حادث الطائرة وبعد عودة المياه إلى مجاريها إلى حد كبير بين أنقرة وموسكو كذلك الأمر تغيير الإدارة الأميركية برئاسة ترامب وأيضا الموقف من إيران وأطماع إيران وهيمنتها على العراق كل هذا التشابك في المصالح يؤدى للأسف الشديد إلى الطراب في المكون الكردي الموجود في شمال سوريا وفي شمال العراق الآن عندما نتحدث عن كما تفضل الضيف الكريم عن عدم ممانعة تركيا في إنشاء أي جسم للأكراد خارج تركيا هذا الكلام إلى حد ما ليس دقيق وإلى حد ما ليس خطأ بمعنى أن أي جسم ينشأ في الشريط الشمالي لسوريا بالمحاذي للحدود التركية سيكون له امتدادات مع الأكراد داخل تركيا وهذا يزعج تركيا وبالتأكيد هناك عمليات إرهابية وعمليات مسلحة نتحدث الآن عن الموقف الأمريكي يتغير أو لا يتغير من البيب بي كي كي. هذا صحيح. لأن هؤلاء لا يشكلون جغرافيا ثابتة باستثناء الاستقلال أو الحكم الذاتي للأكراد في شمال العراق. وتحديدا في أربيل. والتي استقرت فيها الأمور لصالح حكومة مسعود برزاني. الآن هذا التغير في الموقف يتبعه تفاهمات أو تسبقه عفوا تفاهمات روسية أمريكية. باتجاه استعمال هذه القوة لضرب أحيانا داعش وأحيانا ضرب المنظمات التي تعتبر إرهابية في المكون الكردي. وهذا ما حصل بالفعل في اجتماع الأمس في أنطاليا التركية. من أجل التنصيق وعدم الاصطدام كان بين القادة من الجيش التركي والجيش الروسي وأيضا الجيش الأمريكي. أعود إليك سيد زنكانا إلى اللقاء منذ أيام ما بين أوغلو والسيد برزاني. هل هناك خطة بين الإقليم وتركيا لطرد البكيكي من سنجار وإعادة بشمرقة روج أفا إلى سوريا؟ ومن الذي يمنع هذا؟ إن كانت موجودة هذه الخطة. هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. إن كان هناك اتفاق أو لم يكن بين إقليم كردستان وتركيا حول خروج قوات البكيكة من هذه المنطقة. خروجها تحصيل حاصل وأمر لا بد منه. لأن جبهتهم ليست في هذه المناطق. هذه المناطق إداريا تابعة للدولة العراقية وتابعة أيضا للمناطق الكردستانية التي هي خارج سيطرة أقليم كردستان المندرجة تحت مادة 140 من الدستور العراقي. وحلها يمكن أن يكون بالتوافق والاتفاهم بين حكومة أقليم كردستان والحكومة العراقية خلال مراحل ثلاثة التطبيع والإحصاء والاستفتاء. وهذا ما لم تقم به الحكومة العراقية للأسف حتى الآن. إذن خروج البككة من هذه المناطق هو تحصيل حاصل وأمر لا بد منه. ولكن لو افترضنا مثلا أن الولايات المتحدة تريد إبقاءهم أو عدم إبقاءهم. كما ذكرت جميعا وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعتبر حزب العمال الكردستاني كحزب إرهابي. ولن تقف مكتوفة الأيدي حول هذه المسألة. ولكن أمريكا أحيانا تريد أن تترك مسمار جحة في كثير من المناطق التي تتسبب في انهيار عمليتها السياسية السابقة وبناء عملية سياسية جديدة. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس لعبة الوقت مرة ضد إيران ومرة ضد تركيا ومرة ضد أقليم كردستان ومرة ضد الحكومة العراقية. ولكن عاجلا أم آجلا سوف يكون هناك خروج لقوات حزب العمال الكردستاني. لكن هذا الخروج لن يكون بهذه السهولة ولن يكون بهذه البساطة. أعتقد أن المانع هو جمهورية إيران الإسلامية والبككة من خروجهم من هذه المنطقة. أعود إليك سيد أوغلو. يعني العملية ليست سهلة بالفعل وليست بهذه السهولة. تركيا هناك من يقول بأنها لن تستطيع دعم البشمرقة. ولنعطي مثال على مستوى من بيج. كانت الجيش الحر المدعوم بتركيا. وضمن عملية درع الفرات كانوا يتوجهون وسيدخلون إلى من بيج. ثم توقفوا. وتركيا قالت بأنها لن تدخل أو تتقدم إلى من بيج دون تنسيق تركي أمريكي روسي. فما بالك بما يحصل بالنسبة للعراق ودعم البشمرقة. هناك فرق كبير ما بين من بيج وما بين كردستان العراق. كردستان العراق هو إقليم معترف فيه دوليا. هو إقليم يتبع إلى جمهورية العراق. وله قوة أمن داخلي. له جيش. البشمرقة يقوم بهذا العمل. تركيا تستطيع أن تدعم هذا المكون كما تريد. ليس هناك من اعتراض رسمي ولا حتى فعلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الدعم. الفرق كبير ما بين من بيج وما بين كردستان العراق. لكن في المقابل أريد أن أقول أن تركيا في علاقة جدا متقدمة مع كردستان العراق ومع البشمرقة. كما ذكرت هي تقوم بتدريبها البشمرقة. إن كانوا في بعشيقة وإن كان في بعض مناطق يكون هناك ضباط يتدربون في تركيا. وأذكر بأن تركيا سمحت لقوات البشمرقة أن تمر عبر حدود تركيا أو داخل تركيا للوصول إلى كوباني عندما كانت كوباني محاصرة من قبل داعش. كما تذكرون كان هناك قوافل مررتها تركيا من داخل الحدود التركية ومن داخل الأراضي التركية للوصول إلى كوباني المحاصرة من كافة أطرافها إلا الحدود التركية وسمحت بدخولهم ودخلوا ومن ثم تم إخراج أو تم فك الحصار عن كوباني كما نذكر. أما بالنسبة لدرع الفرات. تركيا لم تستطع تقدمت من بعد الباب نحو منبج كما كانت قد ذكرت. لكن اللعبة التي لعبتها الوي بي جي وما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وسماح للنظام بالتقدم نحو المناطق التي ينتظر بأن يدخلها درع الفرات جعلت بالحقيقة تركيا تتوقف. ومن ثم رأينا كيف أن القوات الأمريكية بدأت بالتجوال في داخل منبج لحماية أو لإيقاف درع الفرات عن التقدم نحو منبج كما ذكرت لعبة أمريكية لصالح قوات سوريا الديمقراطية هل تركيا اليوم قادرة على دعم البشمرقة دون موافقة حكومة بغداد ونحن نتذكر على مستوى بعشيقة ومعسكر بعشيقة والجدال والصراع الذي حصل بين حكومة بغداد وبين تركيا بعشيقة هو معسكر بالحقيقة معسكر تدريب استخدم وجود هذا المعسكر استخدم في السياسة الداخلية العراقية واضطر حيدر المالك حيدر العبادي الذي رئيس الوزراء العراقي لكي يطلب من تركيا الانسحاب من هذا المعسكر بسبب الضغوط التي حصلت أو كانت عليه في السياسة الداخلية العراقية لكن في الحقيقة كان حيدر العبادي هو الذي بالحقيقة سمح كانت هناك قوات صغيرة للتدريب وتم زيادة هذه القوات لموافقة حيدر العبادي نفسه لكن هذه الموافقة كانت موافقة شفاهية ولم تكن كتابية استخدمت وجود هذا المعسكر في العراق استخدم في السياسة الداخلية واضطر العبادي للطلب من تركيا بانسحاب من هذا المعسكر في نفس هذا الإطار والسياق سيد محمد زنكنة هل تستطيع حكومة الإقليم أن تستعين بتركيا وأن تركيا تدعم البشمرقة دون موافقة حكومة بغداد باختصار لو سمحت طبعا حكومة بغداد ليست لها أي سلطة على قوات البشمرقة والتعاون والتنسيق الموجود هو في إطارات سياسية متفق عليها حكومة تقليم كردستان أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد قوات البشمرقة بالأموال والأسلحة حتى دون أخذ رأي الحكومة العراقية بعد استصدار قانون خاص من الكونغرس الأمريكي حول هذه المسألة أعتقد أن هذه المسألة أيضا ستمر بسهولة جدا مع جمهورية تركية لدعم قوات البشمرقة هناك كانت هناك معسكرات في منطقة سوران تفقدها رئيس الوزراء السابق أحمد داود وكانت بكل صراحة عملها يجري بشكل ممتاز جدا وهناك أيضا تنسيق وتعاون سياسي تجاري عسكري بين أقليم كردستان وبين تركيا إذن أعتقد كل هذه المسألة لن تحتاج الحكومة العراقية لأن الحكومة العراقية مهما كانت هناك أشياء تصب في مصلحة الأقليم ستقف ضدها وستكون عائقا لها لذلك لا حاجة أبدا للرجوع للحكومة العراقية حولها شكرا جزيلا لك محمد زنكنا كاتب ومحلل السياسي من أربيل كنت معنا مباشرة وشكرا لفوزي ذاكر أوغلو كاتب ومحلل السياسي كنت معنا مباشرة من إسطنبول سيد مجيد عصفور أرجو أن تبقى معنا لنقاش المحور الثاني ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين ابقوا معنا